معنا خوطرية صباح الخير هنا صباح الخير أمينة وصباح الخير لك حرارة جد مرتفعة وهذا خاصة خلال يوم الأحد وكذلك يوم الثلاثاء بإذن الله درجات حرارة قياسية رح تتعدى 39 درجة على المناطق الداخلية الغربية الوسطى وكذلك الشرقية تحديدا على كل من قلمة طارف سوق رأس كذلك فيما يخص شلف غليزان سيدي بالعباس وأيضا على ولاية تلمسان كما نلاحظوا إذن يبقى دائما المرتفع للضغط الجوية خاصة الجنوب الغربي نحو المناطق الشمالية ضمن تيارات جنوبية إلى جنوبية غربية رح تعمل دائما على إذن ارتفاع في درجات الحرارة القصة فيما يخص المناطق الشمالية للوطن وكذلك الولايات الجنوبية إذن فيما يخص مشاهدين السواحل الوطنية قد تصل إلى حوالي 35 درجة فيما يخص كل من وهران عن عن تيموشنت مست غانم كذلك الجزائر العاصمة البليدة أيضا فيما يخص ولاية زيبوز والبويرة أما على قصنطينة سطيف أم البواقي برج بوري ريج قالمة طارف سوق هراس كذلك فيما يخص عن نابا جيجل واسكيكدا ستتراوح إن شاء الله بداية من يوم الغد إلى غاية يوم الثلاثة على الأقل بين حوالي 30 إلى 35 درجة أيضا أجواء حارة كتلة هوائية حارة متمركزة دائما فيما يخص المناطق الجنوبية نحو شمال الوطن أما الولايات الجنوبية قد تتعدل 45 درجة كعلى مقياس تحتضل على برج باجي مختار إنجزان كذلك على أدرار أيضا فيما يخص ولايتين دوف أيضا على بني عباس وبشار إن صالح بما يخص كذلك غرداية زلفانة المنيعة إليزي جانات وإلى ميناس تصل إلى حوالي 39 درجة تحت الظل للإشارة المناطق الجنوبية التقسي سيكون صافي مشمس مستقر مع حركة رياح ستكون قوية نوعا ما ستعمل على تطاير زوابع رملية على أقصى الجنوب الجزائري نحو مرتفعة الهوغر والتسلي وكذلك فيما يخص وسط الصحراء إذن أجواء ثقيلة على المناطق الجنوبية خلال الأيام القليلة المقبلة المناطق الشمالية تبقى دائما الأجواء حارة مع وضعية جوية مستقرة فقط يرتقب إن شاء الله نبقى وسلو دائما خلال الأيام القليلة المقبلة أواخر الظاهرة تتشكل بعض الخلايا الرعدية المنعزلة الموسمية احتمال تكون مصحوبة بتساقط بعض الأمطار من الأمطار بعض القطرات من الأمطار المتفرقة على أغلب المناطق الداخلية الهضاب العليا وكذلك منطقة الأوراس أما على العموم فالتق سيكون مشمس وصيفي بامتياز حالة البحر إن شاء الله لنهار اليوم السبت وكذلك خلال الأيام القليلة المقبلة فسيكون من هذا إلى قليل الافتراب على أغلب السواحل الوطنية وارجاح قد تصل أو تتراوح بين 30 إلى 40 كم في الساعة وعلو الأمواج سيطر وحبين أقل من المتر إلى المتر على كافة السواحل الغربية الوسطى والشرقية للوطن إذن مشاهدين أجواء صفية بامتياز خاصة خلال يوم الغد الأحد وتستمر هذه الأجواء الحارة إلى غاية نهاية الأسبوع الجاري بإذن الله أشكركم على كرم الإصغاء والمتابعة والعودة إليك أمينة شكرا جزيلا لك هنا على كل ما قدمته لنا إذن نسهل أخبرنا